اشتركوا في القناة يتعلق بالوضوء ومسائله واليوم سنأخذ درسا جديدا يتعلق بنواقض الوضوء يقول الإمام بن عاشر رحمة الله عليه فصل نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس إذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا انقصدت لطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر في هذه الأبيات يذكر الإمام بن عاشر رحمة الله عليه أحداثا ناقضة للوضوء وأسباب أحداث وكذلك ما هو ليس بحدث ولا بسبب حدث يعني يذكر في هذه الأبيات ثلاثة أقسام أحداث وأسباب أحداث وما ليس بحدث ولا سبب للحدث بالنسبة للأحداث فهي ستة التي ذكرها في هذه الأبيات وأما ثمانية منها ثمانية من النواقض هي أسباب أحداث واثنان منها ليست بأسباب ولا بأحداث فقال هنا فصل نواقض الوضوء ستة عشر فصل هو اسم يعني يشتمل على طائفة من المسائل تحت معنى واحد وهنا نواقض الوضوء عددها ستة عشر نواقضا يعني المسلم والمسلمة المسلم والمسلمة إذا كان المسلم متوضئا والمسلمة متوضئة ثم حصل ناقض من هذه النواقض ستة عشر فيجب عليه الوضوء فقال بول وريح سلس إذا ندر بول هو المعتاد الذي يخرج من القبل ويجب منه الوضوء وكذلك قبل أن نتكلم في الريح الدليل على أن البول ناقض ما أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن صفوان بن عسال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام تأيام بلياليهن ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم يعني هنا قال من غائط وبول الشاهد في الحديث بول أنه من نواقض الوضوء وسيستمر معنا هذا الحديث في نواقض الوضوء التي هي أحداث فالبول حدث وثم قال وريح والريح هو هواء يخرج من مؤخرة أي شخص أي إنسان فهذا ناقض للوضوء ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم فليتوضى ثم قال سلس إذا ندر السلس هو استرسال في اللغة استرسال الأمر وعدم تماسكه فالسلس يكون في البول والريح وكما سنرى إن شاء الله في المذي والود وغيرها من نواقض الوضوء التي هي أحداث إذا قل إذا كان هناك سلس بول متتابع مثلا وقل زمنه فهذا يجب منه الوضوء لكن إذا كان جل الوقت أو كل الوقت فلا يجب منه الوضوء بل يستحب منه الوضوء وطبعا دليل هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحاضة بها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضأ لكل صلاة تطهر وتوضأ لكل صلاة أو كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال في البيت التالي وغائط نوم ثقيل مذيو الغائط كذلك من الأحداث ما مر من سلس كذلك من الأحداث والغائط هو في الحقيقة من خفض من الأرض ولكن أصبح كناية على قضاء الحاجة الكبرى فمنها هي ناقض من الوضوء وهي حدث ودليلها من كلام الله عز وجل في سورة المائدة وإذا جاء أحدكم من الغائط كما في قراءة قالون وإذا جاء أحدكم من الغائط في قراءة حفص فإذا حدث هذا فهو ناقض يجب منه الوضوء ثم قال نوم ثقيل طبعا بلا قيد نوم ثقيل خفيف أو طويل هذا ناقض للوضوء ودليله كما مر حديث صفان بن عسال رضي الله عنه ولكن من غائط وبول ونوم والمقصود بالنوم هنا النوم الثقيل النوم الثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا ينقض الوضوء ثم قال مذي والمذي هو ماء رقيق يخرج عند شهوة أو ملاعبة يجب منه الوضوء ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه حين أرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال سكر وإغماء جنون وديو السكر والإغماء والجنون قياسا على النوم الثقيل ينقض الوضوء والسكر سواء كان بحلال أو حرام ناقض والإغماء هو أن يغمى الإنسان أن يعني يفقد عقله بسبب صدمة أو بسبب مرض والجنون وكذلك يكون بصرع وبغيره وإلحاق السكر والإغماء والجنون بالنوم الثقيل بجامع زوال العقل فكما أن في النوم الثقيل يزول العقل ويكون سببا للحدث كذلك السكر والإغماء والجنون ثم ختم الحدث الأخير وهو ودي والودي يخرج بسبب مرض وهو ماء خاثر يخرج إثر البول فهو كذلك ناقض قياسا على أنه خرج من نفس السبيل الذي خرج منه البول ثم قال بعد ذلك شرع يعني شرع من قبل يتكلم عن أسباب الأحداث نوم ثقيل ثم السكر وإغماء ثم هنا وجنون ثم قال لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذاء قصدت فهنا اللمس هنا فيه ثلاث حالات ناقضة إذا لمس الرجل امرأته قصد ووجد اللذة المعتادة هذا ناقض ثم قصد ولم يجد كذلك ناقض قصد ووجد فهذا ناقض لكن إن لم يقصد يعني لم ينوي ولم يجد فهذا غير ناقض وهذا كذلك يندرج تحت القبلة وإن كان جعل القبلة لخصوصيتها حيث أن القبلة في الفم عموما تأتي بالشهوة فهي تكون ناقضة وهو سبب حدث سبب حدث لكن إذا لم يجد ولم يقصد فلا ناقض هناك بعض جملة من فقهائنا يقولون بنقض القبلة مطلقا للوضوء ثم قال طبعا نذكرت هذا البيت كله تكلم عن هذه الحالات الثلاثة سواء في اللمس والقبلة ثم قال أخيرا إلطاف مرأة كذا مسو الذكر بالنسبة للملامسة دليلها قول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية أو لامستم النساء أولها فقهائنا بأنها المباشرة باليد سواء مباشرة في الجلد يعني في البشرة أو فوق حائل نفس الحالات تكون ناقضة وهي الثلاث إلا حالة واحدة إن لم يقصد ولم يجد ثم قال إلطاف مرأة كذا مسو الذكر اختلف في مسي بالنسبة للرجل عند المالكية وكذلك جملة من الفقهاء كالشافعية إذا يعني طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضع فمن مس ذكره بباطن كفيه باطن كفيه يعني كفيه كلاهما أو بإصبع المهم الباطن فهنا ينتقض وضوءه ثم تكلم في المرأة إذا مست فرجها هل ينتقض وضوءها فقال فريق إن ألطفت يعني إذا شعرت بلذة بشهوة فينقض وإن لم تشعر فلا نقضى ولكن المشهورة في المذهب أنه لا ينقض ولكن يستحب إذا كان هناك بشهوة يستحب الأحوط لها أن تتوضع ثم قال بعدما أنهى الكلام عن الأحداث وأسباب الأحداث انتقل إلى ما ليس بحدث ولا سبب فقال والشك في الحدث وكفر من كفر والشك في الحدث كفر من كفر الأول قال الشك في الحدث فمن تيقن الطهارة وهو خارج الصلاة من تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا ناقض يعد وضوءه أما إذا كان داخل الصلاة فلا يقطع الصلاة حتى يتيقن لأن اليقين لا يزل بالشك وهي قاعدة فقهية فإذا تيقن بأن الحدث قد وقع فيعيد وضوءه وصلاته وإذا تيقن أنه على طهارة وأنه قد أحدث قبل أن يتوضأه فهنا لا إعادة عليه لا الوضوء ولا الصلاة ثم أخيرا قال كفر من كفر هذا القسم الثاني مما ليس بحدث ولا سبب إذا خرج الإنسان من دين الإسلام إلى دين غيره أو ألحدة يعني خرج من الإسلام وأصبح غير مسلم فهذا ناقض كذلك للوضوء ولغسله كذلك فمن عاد وتاب إلى الله عز وجل إلى الإسلام فيجب عليه الغسل والوضوء إذا أراد أن يصلي أو أن يقضي صلواته التي ربما فاتته في حال إسلامه طبعا هكذا نكون قد انتهينا من ذكر النواقل الستة عشر وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في موضوع آخر وإلى لقائنا الآخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا